وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني سواء بمشاركة الوزراء شخصيا أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة كما كلف مدبولي بأعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ضمن اختصاص كل منها ذلك للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خطط تنفيذية تكريسا لدور هذا المحفل الوطني الذي أبتقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة